بنشوف كتير قوي فعلاً من الأهالي بيدغطوا على أولادهم أن هما لازم يدخلوا كليات القمة اللي هي من وجهة نظرهم كليات قمة تنصحيهم بإيه؟ وتنصحيهم بإيه عموماً في التعامل مع أولادهم في اختيار رغباتهم في كليات؟ يعني هو الأهالي ما بتنصحوش لا لازم لا برضوش يسمعوا النصر هما مصممين وهما عادتاً في بعض الأهالي عشان بس ما نظلمش الكل في بعض الأهالي بمصممين على وجهة النظر بطريقة بقول لا هما مش عاركين مصلحتهم ده البن صغيرة وأنا عارف المستبل وأنا شايف الواقع يعني ما تعرفي مثلاً أن الطب في أحد الأقاليم في الصعيد شابة نسويف أو طب إيه؟ 60 في 100 نسبة الرسوب ده معناه أنه كله دخل طب غصف العام أو دخل طب عشان هو جب الدرجة بتاع الطب يعني يعني قصد أقولي أنه ما فيش قدرات علمية عنده عشان يمشي مع الطب هو جب في الصعود العامة مجموعة كده طفرة كده مثلاً أو هو مش حابب وكليه عصلي عم مش ممكن يبقى نسبة الرسوبة عالية كده ليه؟ لأنه علشان الناس مش قادرة تتوافق معه جتير جداً بيحصل بقى في كل أحد القمة سواء الطب سواء هندسة سواء اقتصاد عمسية بيبقى داخل عشان أهل بيخلم الأهل شايفين ده طب إحنا ننسحهم بشكل عام وليه يتقبل بقى نسيحة يعني هو أنا المفروض أنا يعني بشوف أولاً لو أنا بقولي ابني مش عارف حاجة أو بنتي مش فاهم حاجة وصغيرة والكلام ده كله المفروض أن أشوف قدرات الابن هل أنا فعلاً هل أنا ابني عنده القدرات اللي بتخليه مثلاً يذاكر 24 ساعة في بعض الكليات أو يبقى مثلاً عنده قدرة أن يعد يصهر على مسائل ورسومات هندسية هل ابني فعلاً يملك هذه القدرات ولا أنا ضغط عليه في السناوية العامة جامد جداً في الدروس وفي كل حاجة عشان يجيب مجموع يخش هندسة وهو قدراته مش هندسة أو قدراته مش طب المفروض أنا كأهل بشوف قدرات ابني إيه وشوف طبعاً هو بيحلم بإيه للأسف فيه كتير جداً متدمي مشكلات اللي بتقابل يعني مع ناس هو ابني أصلاً مش محدد حاجة يعني هو يعني معندهش طموح كتير جداً متطلبة فعلاً ما أقولك هتخش أي حاجة يعني هي مش فرقة معا لكن فيه آه في الناسة عايز أقولك فلون جميلة فلون تطبيقية لأ أنا نفسي فعلاً فهندسة لأ أنا نفسي فعلاً في طب مثلاً أسنان فيه ناس محددة محددة الهدف آه ده لازم كل ينقوا في جنبه لكن فيه كتير جداً من الطلاب يقولك لأ والله حسب المجموع بقى واللي ييجي واللي أقدر أباكريوس وخلاص أو يسانس وخلاص يعني شهادة جمعية وخلاص دول بقى بيبقى لأهالي بقى إيه سهل إنه هو يقع تحت يعني شرجات الأهالي وخلاص هم أهلي عايزين كده يعني هخش كلية اللي هم عايزين